المذهب العاقدي بالنسبة للجللين فقد سلك مسلك التأويل لكثير من الصفات التي يؤولها الأشاعر من الأمثلة على ذلك إلا يأتيهم الله أي أمره كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه السماوات مطويات بيمينه بقدرته وجاء ربك أي أمره ومثل هذا كثير أما آيات الاستواء على العرش معروف مثل الأشاعر في الاستواء أنه يقول نستولى آيات الاستواء السابع في القرآن جاءت هكذا ثم استوى على العرش قال هو في اللغة سرير الملكة والملك استواء يليق به في الموضع الثاني ثم استوى على العرش استواء يليق به في الثالث الرحمن على العرش استواء استواء يليق به ثم استوى على العرش الرحمن استواء يليق به ثم استوى على العرش استواء إلى آخر كلها قالوا فيها يليق به الآن الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة هل هم على وطيرة واحدة في الإثبات والنفي أو أنهم يختلفون بعضهم يثبت أكثر من غيره وبعضهم ينفي أكثر حتى ممن ينتسب إلى السنة قد يؤول شيء يسير من الصفات مما يحتمل التأويل من ينتسب إلى السنة قد ينكر ما أثبته غيره إما لعدم ثبوت الدليل عنده وإما لقوة المعارض عنده المقصود أن جميع الطوائف فيهم المغرق وفيهم المعتدل فمثل هذا القول يعد اعتدال بالنسبة لماذا بلا شاعرة شاعرة كما تعلمون منهم من يثبت سبع صفات ومنهم من يثبت عشرين صفة وينفي مع أداها المقصود أن الجلالين مشي على مذهب التأويل في الغالب أما في مسألة الاستواء فقالا استواء يليق به دم قالوا استواء يليق به أهل السنة يقولون بذلك ترجمة نانسي قنقر